بالنلف هذا تنحى يعني من دائرة الضوء ويأتي قرار اليوم والتمديد للمرة الثانية للمرة الثانية يعني بمعنى أنهم ذاهبون للأقصى يعني أنت كتقول لي اليوم رئيس نائب رئيس حلقة النهضة عيد عريض عن دعاء رئيس مجلس النوب الشعب 19-24 غنوشي رجل غنوشي نافريد عشر ستة شهور نعم والموقفين هذوما الستة تو عندهم عشر شهور عشر شهور هذا مصف قيادي كذلك ماذا؟ شو سبب يعني؟ سبب أنه تشاوروا بالهاتف أو عبر طهوة للتفكير في ما تعانيه تونس للتفكير في كيفية الخروج من المأذق السياسي الذي تردد فيه البلاد للتفكير في عمال ديمقراطي سياسي في مجرد الحطوات الأولى الأسئلة الأسئلة فقط لا غير يعني لمجرد التعبير على هاجس ما تعيشه تونس من المأذق السياسي كيف الخروج منه البعض منهم يفكر حتى في علاقة بالسلطة في رسالة للسلطة في حوار مع السلطة لم يكن واضحا أبدا من خلال اتصالات خيام تركي ومن قيل أنه اتصل بهم ومعهم هؤلاء الأخوة يعني أنهم يفكرون في أي شيء ثابتة وأمور ملموسة تقالوا للشعب التونسي نحن جميعا لا نعتدر أي شيء كان فوق الخانون وفوق الاتهام لكن أنه يكون المساة متهمة ومدانة وعلي أن يثبت براءته هذا عكس القضية القضائية إلى جانب ذلك حتى هو في انكتبت براءته لا يسمع أنه ينكبت براءته لأنه لا يجتمع إليه مشكلة كثيرة ينسل في تونس الناس مش عاقا تعرفون هو أنه لا نحتكم إلى القانون ولا نحتكم حتى إلى القضاء نحن نحتكم إلى إرادة سياسية إرادة سياسية صحيحة؟ الرئيس القيس السعيد يقول أنه أيضا تبحث القضاء لكنه كل مرة يطلب بالتعزيل يبتل بالقضايا وفي التعزيل بالنظر بالقضايا أنه هو هذه القضايا تحديدا كلها تمس سياسيين ولكن الشارع نعم نسمع أبدا بفاسد أو مختكر يعني الناس كلها في الجانب السياسي الإقافات والاتهامات أخرى والناس كلها يعرفوا الاتهامات الحقيقية هي موقف موقف من الانقلام الذي حصل يوم 25 جويل تموز 2021 حول حول يعني الدستور والشعرية والمؤسسة الديمقراطية وغير ذلك من الإجراءات التي هي أنا أعيشين في ظلها أحنا الآن لمدة تجاوز السنتين ولكن اسمح لي سيد بالقاسم الشارع التونسي المواطن العادي يعني ورغم حجم الاعتقالات أو لنقول تعبير القضائية جمع حجم الآن البتاقات الإداع السجنية الصفوف الأولى المعارضة الشارع يبدو غير مهتم فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين أنت ألا تتلمس ذلك كمعارضة يوفر حسين عشرات آلاف يموتوا في غزة في عدوان غاشم صهيوني إجرامي إرهابي ولا تجدوا أثر من الشارع العربي في هذا الأمر هل يعني ذلك أن الذي يحصل في غزة دولة دولة يعني لا نقصوا الأمور بموقع الشارع 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 يعاني كثيرا في الوطن العربي وفي بلادنا العربية بشكل عام الشارع يعاني من الاستبداد من الأقصاء ومن الإلغاء ومن الحربان ومن الاستباد من التنمي السياسي يستدعى للانتخابات يستدعى للجباية يستدعى للواجب العسكري يستدعى في مناسبات التذكر الدولية عندها شعب وفي ذلك نحن لا ننشع من فترة قويلة منذ الدول ما قبل لكن اليوم يا سيد جاسم لا أعتقد أن الشارع التونسي يمنعه من التظاهر الخوف أكثر ربما هناك حالة من الارتخاب سمحني من الانسياب اسمح لي الموضوع السياسي ربما لم يعد جذابا الحضور المعارضة لم يعد كذلك هذا أكثر ربما ما يؤثر أو الدافع الرئيسي في حالة الارتخاب يا ذفري أليس كذلك؟ أنا ما قلتش خوف أو ما قلتش حتى ارتخاب أنا أكدت على العلاق بين الشعب وبين القضايا لا يمكن أن نقيس خطورة أي قضية وجوهرها بالتفاف شعبي أولا وهذا تريق في الدولة ولكن هذا دور معارضة سيد جاسم دور معارضة تحسس الشارع ويأتبك عن عشاط الدعم يا سيدي إذا كان ما تماشي حبة في الشارع لا يعني ما تماشي ظلم في القضايا هذا شنحك بنقول لك أنا صحيح المعارضة بتورس ضعيفة المعارضة بتورس ما تعبيش يعني النظام ما عبيه هل استسلمتم من الأمر الواقع سيد جاسم لا استسلمنيش نهار 7 ديسمبر عمنا تحرك وطني نهار 7 ديسمبر عمنا تحرك وطني 15 أكتوبر عمنا تحرك وطني عجل ديسمبر أحنا عملنا بيان في ذكرى 16 ديسمبر حركة النهضة أحنا عملنا بيانات عديدة أخرتها حتى الحالي تماما في ذكرى سنوية لإعتقال الأفعال للعريض وفي التمديد في الإداءة اللي سي نردين وفي التمديد لقضية التأمم هل أصبحت البيانات؟